كانت بتقول هل يجوز للفتاة أن تسافر من غير محرم لتحصيل العلم الشرعي وخلينا نزيد جزء تاني في السؤال لتحصيل أي علم نافع مفيد حقيقي نعم أولا نحن عايزين نقول لو بصيت كده في الأظهر وده نموذج موجود نلاقي عندنا طالبات ماليزيات بتيجي بتقعد تقريبا من أولى ثانوي تاخد أولى ثانوي ثانية ثانية ثالثة وبتاخد أربع سنين جامعة وتجلس في رفقة آمنة وسط زميلاتها في بلد مسلم تتلقى العلم الشرعي هذا لا حرج فيه بالمر وكذلك من بناتنا من تكون في القاهرة ويأتيها التنسيق بكلية مثلا في صهاك في كلية في أسوق في إسكندرية في القليوبية في غيئك وكل هذا هذا كله جائز طالما أنها تجلس مع زميلات طالما أنها تحافظ على نفسها وعلى دينها وتلتزم بشرع ربها فهذا لشيء فيه فاطمئني يا أم محمد وربنا يبركلك فيها ويحفظها